قانون الأحوال الشخصية ينضم إلينا مباشرة الخبير القانوني علي التمر أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني بداية هناك امتعاض سجلة الأوساط النيابية والسياسية وإيضا الشعبية يعني على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لماذا برأيك وما هي الفقرات التي حملها المقترح الجديد عن القديم تفضل نعم بالبداية حقيق قناتكم وجمهوركم الكريم حقيقة هذا التعديل على قانون الأحوال الشخصية رقم 188-1959 هذا كان مسودة كانت من أكثر من دورتين يعني هذه الدورة الثالثة التي يتم مناقشتها وكان محل خلاف ونقاش من أغلبية أعظام مجلس النواب ومن الشارع العراقي ترى الشارع العراقي اليوم نص من المتضررين خرجوا بتظاهرات يحاولون ويضغطون على النواب من أجل إقرار هذا القانون والمنتفعين أو المنطقة الرخوة هي المرأة ذهبت بمظاهرات نسائية وطالبت بالبقاء على قانون 57 من قانون الأحوال الشخصية حقيقة التعديل الذي طالب بمجلس النواب وأغلبية المتظاهرين أو العضو بمجلس النواب الذي طالب بتعديل هذا القانون كان يقتصر على بعض النقاط نص منها هي تعديل القانون وأرجعه إلى نصه الأصلي حيث نصه الأصلي كان خلاف للنص الموجود حاليا النص اللي حاليا اللي موجود هو أقر بأن تكون مدة الحضانة لمدة عشر سنوات في حين النص الأصلي كان هو سبع سنوات ولكن قرار مجلس قاتل ثورا من حال بسنة 1987 عدل هذه الفقرة وجعلها عشر سنوات وهناك كثير من المواد التي محل جدل حول تعديل هذه المادة طيب يعني أستاذ ما هي الجنبات القانونية التي تحضر منها تلك الأوساط النيابية والسياسية في مقترح هذا القانون نعم هناك كثير من الجنبات يقول لك هذا نسلب حق المرأة بحضانة محضونها ونعطيها إلى الأب وهناك أحد المواد هي مادة أربعة ليس للأب فقط إلى أولياءه يعني أولياءه يعني جده أو جدته إذا كان الأب غير موجود وهذا بالمادة الـ 57 سابق لم تكن هذا موجوده إضافة إلى إحنا كان من الأجدر والألح ضرورة للمجتمع العراقي هو سن قانون الأسرة التعنيف إحنا شهدنا كثير من القانوات من جناب قناتكم الكريمة يعني هو تغطت حالات التعنيف الأسري وهذا كان القانون الأسرة هو أوجب من تعديل القانون هذا يعني بخلافات شرعية وخلافات أصولية وخلافات استاذ عين حضرتك ذكرت المادة الرابعة طيب التعديل في المادة الثانية من القانون يعني عده مراقبون هو أكبر تقسيم للعراق حيث تصدق بموجبه محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج الخارجية برأيك هل الفقرة مناسبة في هذا التوقيت الحرج نعم هو الحضانة للأم يقول لك لا تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت يعني هذا بتعسف للأم يعني الأم يعني كيف يعني ظل أسيرة الزواج اللي ممكن يكون فيه مقصرية من أحد الأطراف ليس يعني كيف لحق الزواج بموافقة الأم وبالحضانة بدون حضانة أن يتزوج أثنى وثلاث وربع حسب ما شرع له الدين الإسلامي ولكن المرأة إذا كانت حاضنة لطفل يجب أن لا تتزوج يعني هذا بيه نوع من التعسف وإجحاف بحق المرأة طيب يعني هل تعتقد أن القوانين التي تم إقرارها في خمسينات القرن الماضي كانت أكثر تقدمية وتعزيز لمفهوم المواطنة يعني مقارنة بالقوانين الحالية والمعاصرة لا عفوا احنا القانون دائما يعتمد على أساسيات مكونات القانون هي الرجع إلى الشريعة الشريعة الإسلامية احنا لم تهغب عن القوانين أغلبيتها أحد مصادر التشريع هو الدين الإسلامي والكتب السماوية ولكن التعديلات التي تطرأ على الواقع الحال هي التي يمكن أن يكون بها إشكالات يعني من ضمن مسايرة التشريع مصالح الناس نعم أكيد يعني نحن لا ننسى الوصية الواجبة التي لا يوجد اختلاف عليها رغم هي مخالفة للنصوص السماوية والنصر القرآني ولكن أكثرية الشعب العراق بالأغلب لم يعترضوا عليها الوصية الواجبة التي تمنح للأطفال الذي توفى أبوهم قبل أجداده أن يمتلكون حصة بالإرث جدهم بقدر الثلث هذا لم يكن هناك موضوع خلاف إذن هناك مواكبة للتطور أو للحالة التي يشهدها البلد أو التي تتطلبها الواجب أو المتغيرات نعم الخبير القانوني علي التمر كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا